أهلا بكم كعدتي كل أسبوع وخلال لقائه بالحجاج في ساحة القديس بطرس في حاضرة الفاتيكان رحب قداسة البابا فرانسيس بجموع الحاضرين من كل أرجاء العالم وخاصة الناطقين باللغة العربية القادمين من الشرق الأوسط وقال أيها الأبو الأقدس يسر المؤمنون الناطقون باللغة العربية تعبير لكم عن مشاعر الاحترام والتقدير مفعم بامتنانهم البنوي إنهم يؤكدون صلاطهم لقداستكم ولشخصكم ولخدمتكم كخليفة القديس بطرس في نهاية هذه المقابلة سنرتل معا صلاة الأبانة باللغة اللاتينية ثم سيمنح قداسة البابا البركة الرسولية لكم ولجميع حبائكم أيضاً وخاصة للأطفال وللمتزوجين حديثاً وللمرضى ولجميع الأشخاص الذين يتألمون وسيبارك كذلك المسابح والأشياء الخاصة بالتقويات التي جئتم بها لهذا الغرض إليكم ملخص التعليم المسيحي لقداست البابا فرانسيس في إطار التعليم حول المسيرة الإنجلية التي يرويها سفر أعمال الرسل توقف البابا اليوم عند الأحداث التي عاشها بولوس عندما كان سجيناً على متن سفينة تقوده من قيصرية إلى روما حيث كانت الرحلة الإبحار مليئة بالأخطار التي أدت إلى تحطمها ثم أوضح البابا كيف تدخل بولوس رجل الإيمان وطمأن رفاقه عندما بدأ أن الموت قد أصبح وشيكاً وسيطر اليأس على الجميع وأكد البابا أنه حتى في وسط المخاطر يبقى بولوس حارساً لحياة الآخرين وساداً لرجائهم وأن المخطط الإلهي الذي يقود بولوس نحو روما لا يخلص الرسول وحده وإنما رفاقه المسافرين معه أيضاً فيتحول غرق السفينة من كارثة إلى فرصة تظهر فيها العناية الإلهية وكذلك تحولت إقامة بولوس في مالطا إلى فرصة ملائمة لكي يجسد الكلمة التي كان يعلنها فمارس خدمة الرحمة وشف المرضى وفي نهاية كلمته دعان قداسة البابا إلى أن نعيش في وسط المحن بالتمسك بالمسيح لكي تنضج فينا القناعة بأن الله قادر على أن يعمل في كل الظروف حتى وسط الفشل الظاهر وأن من يبدل ذاته ويستسلم لله عن حب سوف يأتي بالتأكيد بالثمر الكثير والآن تحيط البابا باللغة الإيطالية لأبناء الشرق الناطقين اللغة العربية يسرع شرعين المسيح سوف يرجعوني للعزيّ في السلام ورغم لغا سوف يقولين للمسيح أشياء كلهم من الراق لغا في القناة للبانو ودقال للسلية والدى والمدعية في نحن الجمهات الأشياءات المتشفى من الوقت فيها في نحن الجمهات الأشياء والدستيقى اشتركوا في القناة المترجم للقناة ويحرسكم دائما من الشرير